يوم الحقيقة يعني هو بيجسد فكرة أساسية كان عند الشعب المصري بشكل أساسي أنه هو شعب عنده قدرة على إدراك لحظة الخطر الحقيقي تمام وصفت في بداية حديثك ما جرى بالمعجزة هذا يذكرني بمقولة للرئيس أبو مازن في بداية الأزمة قال اليوم الشعب المصري صنع معجزة وفي حينه فاخر أبو مازن بأنه عمل وقت الثورة وزير لخارجية مصر أنا بسؤالي أنه وقد تعاضد العرب كلهم لخابهم الثقافية لخابهم الاجتماعية قياداتهم الشعوب العربية بلا سثناء وقفت مع مصر لإدراكها بما تمثله مصر كما أسلفنا في البداية من عمق وذخر استراتيجي لكل حواضر العرب كيف نعكس ذلك لصالح يعني استرداد مصر عفيتها في حينه وحتى في وقتنا طيب خليني أخذ من كلامك موضوع ممكن يكون جدير بالنقاش وهو أنه التكاتف العربي لأنه ما قام به الرئيس أبو مازل منه يعني يتحول إلى وزير خارجية لمصر لأنه الحقيقة حصل نوع من التشويه الكامل لما حدث على الأرض يعني كان فيه أنظمة الجماعة طبعا ثم فيه أنظمة ثم فيه أجهزة الخبرات صورت الأمر على طول أنه ده انقلاب عسكري وأنه ده انقلاب على الرئيس الشرعي وكان من الضروري تبقى فيه شخصيات لها ثقل دولي تتكلم مع العالم فيه شخصيات مصرية عملت ده لكن تقريبا كل الحكام العرب يمكن باستثناء استثناءات بسيطة جدا كلهم لعبوا هذا الدور الدور نوم ما يشرحه لكن هذا التكاتف في تقديري أنه 30 يونيو لم تكن انقاذ لمصر فقط يعني 30 يونيو فيه الحقيقة كانت انقاذ للدول العربية للشرعية الوطنية في الدول العربية دي نقطة هقولها لحضرتك لكن الأول أنك أنت ما كنتش بتواجه جماعة محلية يعني هذه الجماعة التي وصلت للحكم في مصر بقى سليب مختلفة ليست جماعة محلية أنت كنت بتتكلم عن جماعة عندها تنظيم دولي هذا التنظيم دولي استقر له الحال أنه يسيطر على الدول الصلبة اللي هي فيها القوى الصلبة يعني اللي هو بتكلم خلاص جاي من تونس على ليبيا في مصر وبعدين في سوريا تأسيس ده ثم يتحول مرة أخرى إلى الممالك العربية في الخليج حتى يكون هناك تمويل للدولة الكبرى اللي هو عايز يعملها فكان فيه مخطط الدول العربية كانت على دراية جيدة بيمكن على ذكر طبعا الرئيس أبو مازين وهو لم يتردد أن يقول هذا الكلام وكان ده عامل مهم جدا من عوامل أنه المصرين يخرجوا على هذه الجماعة على أنه المصين والعرب عموما فكرة التفريط في الأرض دي أمر صعب يعني طبعا وكان هنا الرئيس أبو مازين وقابل محمد مرسي وأحمد مرسي كلموا على مشروع الدولة اللي هي في سينة أنه نحل المشكلة وأنه هو وافق وطلع الرئيس أبو مازين ما أعلنش ده صحيح وقتها بشكل علني أو رسمي لكن قالوا لعدد من الكتاب الصحفيين والإعلامين المصريين وهم تولوا أنه هم يقولوا هذا الموضوع فكانت إنقاذ الأول للعرب في مواجهة هذا التنظيم اللي هو عايز يسيطر على الكل ثم النقطة اللي حدثك قلتها ودي مهمة جدا فكرة تعزيز الوطنية فكرة أنت مش قدام جماعة بتقول أنه يعني الحدود دي ما فيش حدود وأنه الأوطان يعني مجرد طراب عفن فيش قيمة لي ولا قيمة للعلم ولا قيمة للنشير صحيح صحيح فكانت تأكيد لا ولذلك يمكن دولة 30 يونيو مثلا اللي بتأسسه لما بتتكلم مثلا عن سوريا أو بتتكلم عن ليبيا أو بتتكلم عن السودان تعلي من شأن الدولة الوطنية الدولة الوطنية اللي فيها مؤسسات اللي يعني تحكمها هذه المؤسسات فكان ده البعد اللي كان طبيعي تتدفق على طول تتدفق البيانات اللي بتعلن موقفها من 30 يونيو حصل في السعودية حصل في الإمارات السعودية كمان كان لها موقف عظيم جدا سواء من الملك عبدالله وقتها أو حتى وزير خارجية السعودية وقتها لأنه كان فيه اجتماع في باريس كان هيطلع قرار من الاتحاد الأوروبي ضد ما حدث في مصر ويمكن وزير الخارجية السعودي يعني كسر الإشارة عشان يعني يلحق هذا الاجتماع عشان يبين الصورة عشان يوصل ما حدث بشكل دقيق للمجتمعين دول